السلام عليكم شباب الصف الأول العدادة وصلنا مع بعض اختبار ترقومي رقم 8 حتى الدرس الثالث الواحدة الثانية السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم 1 2 سين زائد 3 صاد يزيد يزيد يعني ناقص عن 3 صاد ناقص 2 سين يبقى 2 سين زائد 3 صاد ناقص 3 صاد ناقص 2 سين اطرح بقى يبقى 2 سين زائد 3 صاد ناقص 3 صاد الاشتسالي بتدخل تغير الإشارات دي سالي ستبقى موجة وده كانت موجة بقت سالي هتلاحظ ان ده مع كوز جامعي ده يروح مع بعض 2 سين و 2 سين تبقى 4 سين رقم 2 اذا كان سين على صاد يسوي 30 فإن 2 على 3 سين على صاد يبقى 2 على 3 وانشيل سين على صاد ونحط كام 30 2 في 30 بستين 60 على 3 قسم الستين على 3 تبقى كام 20 رقم 3 بيقول لي ما نقص 3 ألف ناقص 2 به عن 2 به زائد 4 ألف يعني ده ينقص عن ده يبقى ده كبير يبقى يتحط الأول ناقص الثاني اللي هو 3 ألف ناقص 2 به السالي بتدخل تغير الإشارات تبقى ده بالموجة بتبقى سالب ودي بالسالب تبقى موجة 2 به و 2 به يبقى 4 به 4 ألف ناقص 3 ألف يبقى ألف واحدة رقم 4 المعكوس الجامعي للعدد ده المعكوس الجامعي يعني عكس الإشارة يعني حط سالب السالب بتدخل تغير إليه الإشارات هتبقى سالب سين ودي موجة ب 2 تبقى سالب 2 يبقى به رقم 2 بيقول لي أكمل ما ياتي المعكوس الجامعي للعدد وحطيت لي القيمة المطلقة للسالب 4 على 7 نعرفين القيمة المطلقة بتطلع العدد السالب موجة المعكوس الجامعي ده بقى كام سالب 4 على 7 باقي طرح سالب 3C من 2C اطرح ده من ده يبقى ده الأول ناقص سالب 3C سالب في سالب بموجة 2C و 3C يبقى 5C الحد الجابري 3 و 6 2 3 و 6 2 دي 9 من الدرجة الكام الدرجة دي بينجيبوها من السين والصاد والعين طب هل في سين وصاد والعين من المتغير ما فيش يبقى من الدرجة الصفرية رقم 4 مجموع المجدارين الجابرييني 3C ناقص 4 صاد و 2C ناقص 3 صاد هنجمعه يبقى 3C ناقص 4 صاد زائل 2C ناقص 3 صاد 3C زائل 2C يبقى 5C سالب 4 صاد وسالب 3 صاد اللي شرطين زي بعض نزل السالب و 4 زائل 3 تبقى 7 صاد رقم 3 بيقول لي ما زيادة خامسة سين زائل خمسة صاد ناقصري عن مجموع 7ص ناقص 6 صاد و صاد ناقص 3 صاد ثلاثة سين ناقص 50 يعني عذاب نجمع دل الأول نجمع 7ص ناقص 6 صاد ناقص 50 زائل الثلاثة سين تحت الصين اللي هي السالب 3C بعد كده الصاد تحت الصاد بعد كده العين تحت العين يبقى سالب 5 صاد الموجب لا تعمل شيئا في الإشارات يبقى سبعة سين نايس ثلاثة سين تبقى أربعة سين سالب ستة صاد زائد صاد لو لإشارتين مختلفتين حط إشارت كبير واطرح يبقى سالب وستة نايس واحد تبقى خمسة صاد سالب عين وسالب خمسة عين إشارتين زي بعض نزل إشارة زي ما هي واجمع خمسة عين وعين يبقى ستة عين جميل كده ده المقدار بتاعي ما زيادة بقى المقدار ده عن المقدار ده يعني مقدار ده أزياد من ده بكام يعني ده كبير يبدأت حط الأول ناقص المقدار ده أربعة سين ناقص خمسة صاد ناقص ستة عين طيب أنا حابب أعمله بطريقة تانية إزاي كده ناقص عشان ندخل نغير الإشارات على طول وانده أخش نفسنا هتبقى ديه خمسة سين زائد خمسة صاد ناقص عين ناقص أربعة سين غير الإشارات زائد خمسة صاد زائد ستة عين بعدين معاك الخمسة سين ناقص أربعة سين يبقوا سين معاك خمسة صاد زائد خمسة صاد يبقى عشرة صاد معاك سالب عين زائد ستة عين نحط الشرط الكبير وستة ناقص واحد تبقى خمسة عين يبقى ديه الحل النهائي سين زائد عشرة صاد ناقص زائد خمسة عين يبقى سين زائد عشرة صاد زائد خمسة عين تمام؟ نمسح بقى السورة كمال 4 يقول لي اطرح خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة سين صاد زائد سات تربيع من ثلاثة سات تربيع زائد ستة سين تربيع ناقص ثلاثة سين صاد زائد سات تربيع سين brothers السلب ماثر تغير اشارات ستبقى transforms أنا جمع لكم ثلاثة ساط تربيع ناقص ثلاثة سات تربيع ثلاثة ستة سين تربيع ناقص ثم ثلاثة ستة تربيع ناقص ثلاثة سين تربيع ستتساب زائد ثلاثة ثلاثة سالب اثنين زائد ثلاثة اشارة الكبير الموجة وثلاثة اناس اتنين واحد اشارة الكبير واطرح واحد ايه سين صوت طيب الواحد بتكتب لا يبقى نكتب سين صوت بس يبقى اثنين صوت تربيع زائد سين تربيع زائد سين صوت كده عشان بقى يكون انتهى اختبارة الرقمية رقم تمانية نلتقى ان شاء الله في اختبارة الرقمية رقم تسعة وتنسوش طبعا لايك وشارك وسبسكرايب وحاولوا تنشروا اللينك في كل مكان عشان بدعمكم نكمل ونحاول نعمل حتوى كامل مجاني يوفر عليك ووفر على والدك اولتك وبرضو يكون هو هو المحتوى اللي انت هتأخذه في الدرس وتدخل تقفل لدرجة الامتحان بكل سهولة وبتوفيق يا شباب وشكرا سلام الله عليكم